على مدى أثمانية سنوات الماضية وضعت مصر على عاتقها استرداد القطع الأثرية المهربة خارج أرضها واستطاعت بالفعل من عودة ألاف وألاف القطع الأثرية الثبينة والحقيقة أن جهود مصر في استرداد الأفار المهربة أعطى رسالة قوية للجميع بأن مصر لن تترك قطعة أفار واحدة مهما كان الثمن ومهما طال الزمن السحولي رحب بضيف داخل السجو الآن دكتور محمد الصعيدي مدير المكتب العالمي الأمين العام للمجلس الأعلى للأفار أهلا بحضرتك من الوقت أهلا بحضرتك أخب دكتور لغد الوقت كم قطعة أفار رجعت مصر؟ مبدئياً عندنا إدارة إدارة الأفار المستردة في وزارة السياحة والأفار هي معنية بتنفيذ البروتوكولات ما بين وزارة الأفار المصرية والخارجية المصرية والخارجية للدول الأخرى بنعمل بروتوكولات لاستعادة الآثار المهربة بطريقة غير شرعية أو كل ما خرج بعد قانون حماية الآثار لسنة 83 رقم 117 بنسبة آثاريته أو يرجع للآثار المصرية أو الحفبة التاريخ المصري القديم وبنبدأ في إجراءات عودته لمصر يمكن عندنا طفرة كبيرة جداً في الأثار المستردة في السنوات الأخيرة بدعم غير مسبوك وغير عادي من الدولة المصرية أو وزارة الخارجية وبحبها وجهلها الشكر من برنامج حضرتك وكمان النيابة العامة يمكن الناس كلها لحظت في الأوينة الأخيرة طلع على رأس الوفد سيادة النياب العام بنفسه ودكتور مصطفى وزيري اللي استعادت القطع كتير جداً من إيطاليا كمان عندنا قطع من فرنسا رجعت كمان عندنا قطع من الدولة الدول العربية رجعت لي عندنا وكان أهمها التابوت نجم عنخي اللي اتعرض فيه متحف الحضارة وتابوت مذهب ومعروض دلوقتي فيه المتحف القومي للحضارة المصرية إحنا إجراءات طبعاً ساعات بتخلص بسرعة وساعات بتطول شوية طبقاً لي قوانين الدول نفسها وطبقاً لي الاتفاقيات ما بيننا وما بين الدول الأخرى بنحاول نرجع أثرنا لأننا دلوقتي بنحاول عندنا إحصائية بعدد الأفار الموجودة عندنا إحصائية بس كل يوم بتزيد يعني فيه حاجات بتيجي بالصدفة بالضبط طبعاً بتزيد أول بنتابع عن كسب كل معروضات الأثارة المصرية اللي بتتعرض برا مصر وبنحاول أن احنا في الوقت ده ناخد إجراء سريع جداً بالعرض على وزارة الخارجية المصرية وبنرفع مذكرة وبنطلب المعاينة وبنعاين ولو قدرنا نسبة أثريتها أو رجوعها للحبة التاريخية لمصر القديمة بنحاول إن شاء الله بنحاول ناخد إجراءاتنا السريعة بمساعدة وزارة الخارجية المصرية في استرداد هذه القطرة تمام إحنا دلوقتي بنعرف إزاي أن في قطعة أثارية موجودة بالخارج ده دور أصيل لإدارة الأثار المسترددة بوزارة السياحة والأثار إن هي بتتابع عن كسب كل معارض البيع الغير الشرعي للأثار المصرية خارج طبعاً كل العالم عنده ولع شديد جداً بيقتناء الأثار المصرية إحنا دلوقتي لما بنشوف أي حاجة بتتعرض في الجالرس دي أو الحاجات بتاعت اللي بتبيع الأثار بنحاول نتعقب الكلام ده كله وأي قطعة بنشك في أثاريتها في أن هي ترجع لي الأثار المصرية بنطلب المعاينة بتاعتها عن طريق وزارة الخارجية وبذات دول كتير جداً إحنا عندنا ما بينها وما بينهم اتفاقيات وبروتوكولات في استعادة الأثار المهربة أو الغير شرعية آخر حاجة رجعت مصر كتب آخر حاجة زي ما بقول لحضرتك هي إجراءات في قريبة جداً لدولة الكويت أثار رجعت من دولة الكويت أثار رجعت من نيويورك من متحف المتربوليتان كانت تابوت لنجم عنخة عرض في الحضارة المصرية كانت قرار لجنة السيناريو السيناريات المتاحف المصرية اللي بيعرضوا وعمل مؤتمر صحفي كبير جداً ترغيباً في الدول كلها إن إحنا لو عرضنا هنقول القصة كلها بتاعة إعادة الاسترداد وحضر السفير الأمريكي عشان نقول إن في جهود مفزولة من الدولة المصرية وشراكة دولية من ما بيننا وما بين أمريكا وفي استرداد الأثار بتاعتنا الأثار المصرية أو الأثار التي تعود للحقبة المصرية الأديمة عام الثورة وفترة الإخوان فيه أثار تلعت كتير أمم مصر فيه أثار تلعت كتير بس معظمها دلوقتي الحمد لله إحنا قدرنا نرجعه بمجهودات متكاملة من ودارات متكاملة من مصر وخارج مصر الحمد لله إحنا أثارنا دلوقتي كلها مسجلة معمول لها داتابيز على نطاق عالي جداً مسجلة بطريقة احترافية نقدر نتابع بها المخازن المتحفية المخازن الفرعية للينا كلنا عايز أقول لحضرتك أن تشكل لجنة لجرد المخازن كلها للأثار المطرية وتوثيقها وتسجيلها وعمل داتابيز لكل أثر موجود في مصر إحنا دلوقتي عارفين بالضبط الأثر لما بيطلع ويتسجل بيجي رقمه على قعدة البيانات كاملة للأثار كلها فإحنا دلوقتي أثارنا محفوظة بداتابيز أو برنامج قعدة بيانات كامل لكل المتاحف لها داتابيز كل المخازن اللي هي داتابيز كل مخازن الدراسة اللي هي داتابيز عندنا إدارة كاملة اسمها إدارة المخازن المتحفية وبتسجل كل الأثار دي كلها اللي موجودة على الكمبيوتر وتعملها ديجي تايزنج أو بتسجل بشكل ديجيتال الصورة والمأسات والتسجيل كلها ما عادش الموضوع بتاع الورق والتسجيل الورق بس بنكتفي ولكن احنا كمان دلوقتي بنسحب الورق ده على الكمبيوتر عشان نعمل قعدة جينات متكاملة للأثر من ساحة ما يطلع من تحت الأرض لحد ما يتعرض في المتحف ولحد بعد كده يبقى السجيل اللي بتاعه موجود ورقي وديجيتال على الكمبيوتر في قعدة البيانات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة